اشتركوا في القناة اهلا بك يا دكتور منورنا يا دكتور نهد نتكلم عن احد مضاعفات مرض السكر وخصصينا التهاب العصاب الترافية طبعا لان دامن المضاعفات اللي هي الحقيقة صعبة العلاق شوية وهي المفروض ان احنا يعني نكتشف هذا العطب او هذه المضاعفات قبل حدثها ان امكن وهي بتيجي باشكال متعددة يعني المريض دايما بيدور عليها اما يعاني من تنميل او خدلان او حرقان في القدمين او في اليدين او في الاربع اطراف وهي بتاخد الحقيقة عادة بتاخد بيبقى بطن الرجل من تحت وساعة وش الرجل واحيانا يمتد لحد تحت الرجبة اما اليدين فتادي بيبقى لحد الساعة كده المعصم يعني او الغويشة ما كان ما بتتركب التنميل والخدلان والحرقان الحرقان احيانا يكون زي النار اللي هي اللهب نفسه كده نحطي ايده في لهب او ان هي تكون في مياه سخنه واحيانا تيك في شكل الوغز بالقبر او ان هي زي ما يكون حد بيشكشكه بلانست يعني اسهم يعني يقول صواريخ نار او كده بتضرب فيه الاماك اللي انا قلتها بينما فيه اعراض اخرى بتبدأ مبكرا عن كده يعني ده الحاجات دي ما بيجي المريض يقولها بيكون امرأة المرض بقاله عدة سنين يعني لتاب العصاب يعني مريض سكر بالفعل اصلا ولا بيبقى يعني يعني فاجأة بيجي له سكر هو اعراض الامراض يعني لتاب العصاب الترفية كويس خاوز هذا السؤال ده ان هو بيجي عادة 99% سباب السكر ولكن فيه امراض اخرى لا تمثل اكتر من 1% بتؤثر على الاعصاب الترفية ايضا بصور متبينة اللي انا عايز بس افهم الناس عليه انما هو الحاجة اللي بتجيبه للدكاترة بتكون مش حاجة مبكرة ده بتكون حاجة متأخرة يعني فيه هناك اعراض اخرى لو هو خد باله منها او الدكتور بمعنى اصح وادق اخد باله منها ممكن يشخص التهاب العصاب الترفية قبلها بعدة سنوات تبليه العلاج يعني التشخيص المبكر لان التشخيص المبكر حيلزموا علاج مبكر وبالتالي لنصل الى الدرجة اللي قد احيانا نفشل ان احنا نرجع المرض تاني الى سابق عهده قبل ان يحدث من اساسه الحاجات اللي هي المبكرة جدا الاسف لا الطبيب ولا المريض حياخد باله منهم ان الاتزان احيانا يكون حسيس القدمين الدفينة يعني احنا بنمشي بنقف على يعني على هامتنا او على استقامتنا عن طريق ان احنا مخنا بيعرف وضع القدمين على الارض وبالتالي تلقائيا دون اي جهد مننا بيحصل شد في عضلات معينة اللي هي العضلات التي ضد الجاذبية اللي بتفرد الجسم ضد الجاذبية عشان ما يقعش والعضلات دي يعني متوزعة بطريقة ربنا سبحانه وتعالى خلائها في الساقين وفي الجسم كله تقريبا اللي هو بيخلينا واقفين على الوضع مستقيما واقفا ان انا عفها دي او المخ يضي هذه الاشارات لازم يعرف انا واقف ازاي يعني افرد ان انا نايم ما بيديش الاشارات دي طيب افرد ان انا نايم يعني مثلا حطي ترسل تحت ساجد ما بيديش الاشارات دي فكعشان الاشارات دي تدي لازم القوطة القدمين على الارض تكون وعد سليم وضع وقوف ومن هنا تدي الاشارات احنا واقفين توقف العضلات شوفي تخيالي ان انت عندك سبعين كيلو ده في البني ادم البارغ زي الوزن الطبيعي او ميتين كيلو لو الوزن بتاعه كان وزن بسم الله ما شاء الله كبير في الحل لا ده ما شاء الله الرئيس ده اكستر بالقوبيس يعني يعني وزن زائد عن المعدل الطبيعي بعدة اضعاف فالميتين كيلو او السبعين كيلو تخيالي دول وقفين منتصبين تخياليها بس تخياليها هتحسي قد ان العضلات اللي وقفة دي شيلة جبل يعني مرتكزة على الارض ومتحملة وضع جبلي ميتين كيلو ما فيش حاجة اقدر حطها ميتين كيلو فيه قاعدة قدمين يعني القدمين لو قلنا مساحة القدم منهم لو قلنا مثلا طولها عشرين خمسة وعشرين سنتي في خمسة سنتي او في ستة سنتي اده خمسة وعشرين سنتي مربع وجنبهم خمسة وعشرين سنتي مربع يعني عاوزين ميتين وخمسين سنتي مربع في القدمين شايلين ميتين كيلو طب عاوزين نبني البناء ده كده وخلي بيالك بناء كمان ايه بناء طري مش بناء صلب حتى لو صلب حيقع على فكرة ان ما كانش يسبك واس في الارض حيقع فتتخيالي هذه الاستابلتي او هذا الوقوف المتزم القائم عدا يحكم بعض هذه العضلات فهذه العضلات عشان تحكمه حكما سليما لابد ان يتخذ المخ قرارات سليمة والقرارات السليمة تأتي او تتأتى من اشارات نابعة من القدمين دل المخ اول حاجة ان الاشارات دي ممكن تبوس اللي هي جاي وبذلك المريض تلاقيه واقف فتح رجليه وما يمشي يمشي بنسميه وادلين جيت يعني ماشي تلوزة بس الناس بتاخدش بالهم منها مفيش مريض هياخد بلا من كده يا دكتور ولا اهل المريض بس احنا مفروض ناخد بالنا يعني هو فتح رجليه وادلين جيت يعني رجليه بعيد عن بعض بعد بعض ليه عشان يوسع قاعدة الارتكاز يعني حضرك لو الارتكاز بهذه الصورة مزي ما نكون كده طبعا كده اكثر اتزانا فهو بيفتح رجليه عشان يبقى اكثر اتزانا هو بيشو اخد باله والاهل مش اخدهم باله ممكن يشتيك برضو انه هو ماشي على قطن يعني احساسه بالارض مفيش الصلابة التي يستشعرها في الطبيعي بيبكد الاحساس ان هي حاجة صلبة اه طبعا لان الاشارات عددها بقى قليل وقلة هذه الاشارات فيعطيني احساس بالقطن بينما كلما تتكاثر هذه الاشارات اللي طلعها او تبقى مور كوندنسد مكثفة فتعطيني احساس بالصلابة فمن هنا يقول انا ماشي على قطن انا مش حاسس بالارض كويس وبالتاني ممكن يخبط رجلي جامد وهو ماشي حتى يستشعر الارض دي هو العيان المفروض يعرفها مش مش حاخد بنوانها ولا اهمال المرض يا دكتور في تشخيص المرض موكرا لا اصلي دي فاين او الحقيقة لا يعني احنا ملوموش يعني دي مش حرارة عالية عشان اقوله ده الحرارة عالية اقعد خمس سبع تمانية وتلاتين تسعة وتلاتين وانت بقى لك ست سنين على كده يعني هو ممكن يعيش كده على فكرة خمس سنين هو مش دريان ويدكاتر ماخدوش بالهم مش هو اللي ماخدش باله كده اما الطبيب فعنده فحص الفحص ده اول حاجة بتروح من الاعصاب الترافية بالنسبة للفحص الى وهو اللي هو الاحساس بالزبزبة الاحساس بالزبزبة اللي هو زي الخلاطة ما يكون شغال حطيت ايدي حضرتك عليه او اي يعني اي حاجة بتهتز دي ما يحسش بيها بس الاسف الادين اللي بعملها ما بجيش على الرجلين وبعدين احيانا لازم عشان نجيبها ممكن ما يحطهاش على رجله من تحت فهو لازم ده اختبار اختبار طبي احنا بنعلمه ايه هو اكتشاف المرض مبكرا مثلا اه اه ده يسبق التنميل والحرقان والخدلان في القدمين والنار اللي بيبقى في رجله والكلام ده كله دي الجزء الحسي اللي موجود في العصاب الترافية هناك الجزء الميكانيكي او ممكن نسميه الجزء الحرقي هو بفضل الله تعالى انهو اقل شيوعا في مرضى السكر ولكنه ان حدث فبيأثر فيه العضلات الكبيرة اكتر منها العضلات السعيرة فاني لاقي العضلات اللي هي في الفخزين من الامام يبقى فيه وهن او احيانا يحصر فيهم ضمور الناحية الحرقية اقل وده افضل الحمد لله لان ما فيش بالاناش واحد عنده سكر مثلا ما بيقدرش حركة دي ولا رجليه ما حصلش لكن اللي اناه قاعد بعيط بالايام والشهور واحيانا السنين من الالم والنار التي تتآكل او تلتهب او يعني تلهبه قدميه تمنعه من النوم واحيانا تصحيه من النوم يعني يوم يستيقظ من النوم من الالم الناس يقولك ما بقدرش اغطر جليه ما هو قدم السكري ده يا دكتور لا احنا لسه كده مش قدم السكري احنا كده مرحلة التهاب الاعصار وما كنت التهاب اعصار الطرفية ليه اتصالتين ايك يا دكتور ما عنو اتصال بالو فترة انت بتبديه كده مساح بالين بعد هارول اي ساعة حده ما علش يا دكتور اتصال بالو تتصالت جامل قاوي سبيضا السلام عليكم يا فني وعليكم السلام وانا اخط له بركاته راكلم الدكتور لو سمعتي الدكتور معك بالفعل اتفضل السلام عليك يا دكتور السلام عليك يا دكتور الله يبارك في سيارتك السازن حضرتك باتسي بالنسبة للي هو الرجلية فان من صوابع رجلية وإدية لو ريح تبرد بسيط خالص أول ما للدنيا تبرد شوية يعني يمكن من أسبوع فات رجلية إزاي عوار عن لوح تهلم الكلام دي من فترة طويلة كمان معايا وكنا نمتبع حضرتك دايما بالسمرار وكان حضرتك تقريبا قلت على تحليل معين بس أنا ما كتبتوش فالسازن حضرتك بس ممكن توضح لي دي بالضبط حاضر دلوقتي أنت عندك سكر يا أخي لا يا فندم الحمد لله سنة كم سنة 40 يا فندم الإيدين والرجلين آه يا فندم الإيدين والرجلين يعني ساعة طريقة طريقة فضيئة يا فندم وتبقى شاحبة آه يا فندم شاحبة وبعدين تزرق وبعدين تزرق آه يا فندم حضرتك فيها أحيانا منكن تزرق أو فيها أحيانا منكن تزرق أو ممكن لا أو فيها أحيانا من صوابع الرجلية يا فندم يبقى جوم زرقان بحمرار بحمرار جامد وأكلان طيب حقا شكرا جزيلا شكرا لتصورك يا أستاذ أحمد والدكتور هيرض عليك حالا هو لو متأكد أنه ما عنده السكر خالص بس هو ده نوع بنسميه ريندس في نومنا وده اضطراب في الجهاز السن بساوي اللي بيعابي برون طبعا العصاب الطرفية طبعا بس ده متخصص كنت لسه داخل على اللا إرادية فالعصاب اللا إرادية هنا بتغذي القدمين بتغذي كل حتة في الجسم طبعا فهنا بيحصل نوع من الاضطراب في توزيع الدم أو توارد الدم في لحظات معينة فالريندس دي إن بيحصل احتباس من الدم إنه ما يوصلش مش احتباس داخلي أو امتناع صرايان الدم في هذه الأطراف فالدم حضرتك هو اللي بيسبب فيه عندنا حاجتين فيه شعارات دموية وفيه أوردة متوسطة الأوردة المتوسطة هي المسؤولة عن حرارة الجل أما الشعارات الدموية هي المسؤولة عن لون الجل فهو أما الدم يقل عن الأطراف اللي اتنين حيروحوا الأوردة المتوسطة اللي هي صغيرة يعني اللي هي تقريبا قد بتبقى أصغر من أنبوبة الألم يعني ملي تقريبا أو أقل شوية وأما الشعارات الدموية فهي زي شعرة الرأس أو أقل فالعدام يبقى حينعدم عند اللون وحينعدم عند الحرارة فيشعر بالبرودة الشديدة عشان الشرايين البسيطة الصغيرة واما الشعيرات حيبقى فيه اللي هو البالور او اللي هو الشعوب بتاعته بعد كده ينتج ان الاكسجين يقل في المناطق دي اما يقل في المناطق دي لو استمر على كده مشكلة لكنه بفضل الله بتفتح الدم يفتح الدم ويتخذ منه الاكسجين كله فمن هنا يحصل الزرعان لان اتخذ الاكسجين ومعظمه من الدم كان المفروض بناخد منه مثلا نسبة 70% خدنا 100% بقى مزرق خالص بعد شوية المفروض يحصل فلاشنج بقى يعني احمرار الظاهرة دي الحقيقة لو بتيجي في الشتاء بس هو يحاول يبعد الاماكن البردة ويلبس جلافز ويلبس حاجات وانا شايف ان هي مش محتاجة لتحليل ولا حاجة لان علاجاتها بتبقى الحقيقة برضو اصعب من احنا نتحمل المرض نفسه معرض صالتي يا دكتور حاج جايد مساء الخير حاج جايد انت على الهوى تفضلي حاج جايد شكرا ان اتصارك حاج جايد واحاول تتصل بنا تاني كنا هنخش بقى حضرتك على العصابة الترفية اللا ايرادية واللا ايرادية هو يمكن الاخ اللي سأل السؤال بتاعه اللي هو بتاع السبساوي ولا سبساوي السبساوي عن التفاعلي او التعاطفي اه لو هو يمد الانسان او الجسم او البني ادم في وقت الحاجة الى هذا النوع النمط التشجيعي او في وقت العوز والحاجة الى الكفاءة والقوة واتخاذها القرارات والجثارة ده كله محتاج ان القلب يدق سريع وينزل كمية الدم كبيرة والعضلات تبقى قوية جدا وعنده الارتنس يعني اه يعني حاضر الزهن وشديد البأس وغضبال حضرتك سواء التعرض لخوف التعرض لصراع ده كله الجهاز السبساوي بيشتعل اه برضو في الجهاز الغير اللي هو اللا سبساوي ده بتاع الحياة الرغدة اللي هو الهدوء خالص والواحد نايم ضربات قلبه تبقى مخافضة خالص تصل الى الاربعين بدل التمانين او السبعين اه التنفس يقل برضو نفس الحكاية اه ولكن احنا هنا اللي بيهمنا في الجهازين دول هو تأثيرهم على الجهاز الهضمي والجهاز البولي والجهاز التناسلي الجهاز التناسلي هم المسؤولين على الانتصاب الناجح في الرجالة وبالتالي مريض السكر احيانا يصاب بارتخاء او عدم قدر على الانتصاب مبكرا عن حدوث السكر بعدة سنوات يعني هو ونقس له احيانا السكر نلاقي سكر سليم ده احنا هنقس السكر ايه السيد دول محمد الحاج جايد بس معنا وقاله فترة على التليفون طيب حاج جايد مساء الخير انا معك يا فنجم اتفضل يا حاج جايد احنا على الهوى ايه يا دكتور اتفضل يا فنجم انا معاك يا فنجم ايه يا دكتور ايه معاك اتفضل انا عندي سكر بقالي 18 ثاني نعم وبعدين يا دكتور صحاب عادي حاج جايد بعد اذنك ممكن توطي التليفزيون وتسمعنا من التليفون بعد اذنك ايه يا فنجم ايه يا سامع سيادتك ايه يا فنجم عندي سكر بقالي 18 ثاني صواب عردنية وصواب عادية وجعني وجعي من نشرب الليل وما بقدرش انام طيب سيادتك خدت ادوية دي الطب عصاب طرفية زي ما احنا بنتكلم في يعني في صميم الحلقة لا انا ما بخدش انا ما اخد على بسكر بس ما بخد ان تنين باخد بس دمكرون طيب حاضر الالم ده عبارة عن ايه تنميل وخدلان ولا حرقان ولا ايه حرقية بصواب عردنية الاثنين اه حرقان من تحت حرقية وبالليل ما بقدرش اغطيها ونشر في دراع اليمين على طول نشر بقى الصوابع مدل صوابع دلوقت طيب القلم يسحيك من النوم او يمنعك من النوم اه وعندي تبول غير اراضي ما هو مدلد كنا دخلين علي دلوقت احنا بنتكلم حاضر يا حاج عيد الف سلامة علي شكرا يا حاج عيد هو الدكتور هيرد عليك حالي طيب هو يمكن السادس عيد حيخلينا نخش على العلاج احنا بس كنت عايز اقول الاول قبل بقول على العلاج اقول الحاجات اللي تخلي المريض يبحث عنها احنا اتفقنا قلنا ان ما نستناش التنميل والخدلان وحرقان ونبص لو هو حاسس انه ماشي على ارض غير طبيعية من الواقع حاسسها زمان يبقى دي اشارة مبكرة لو هو هو بيمشي بيفتح قاعدة رجليه عشان يتزن او هو بيمشي بيمشي على الوادلينجزة الوزة اللي هو يمشي يعمل كده وتليه بيمشي عامل كده العين بيمشي عامل كده بين قوي يلحق نفسه لو استنين للتنميل والخدلان حنقان يبقى متأخرين شوية بس يلازم نحق نفسنا برضو نيجي نقول لو جينا قلنا الجهاز السمبساوي اللا سمبساوي او اللا اراضية هتقصف قلنا انعدام القدرة الجنسية وعدم القدرة لانتصوى قد يزبق حدوث السكر بعدة سنوات وهنا التحليل بتاع السكر اللي احنا بنعمله تحليل تافع اللي احنا بنعتبر ان السكر جه اما ارتفاع معدلات السكر في الدم ودي تعريف السكر منذ يمكن خلقت التعرف العلماء على السكر او الناس العاديين حتى كانوا يسمونه بول السكر اللي ان كان النملي يجي على البول بتاع الناس دول اما يعملوا مية فالنملي يروح عليها فبقوا يدقوه يعني يدقوه يقولك ده مسكر فسموه البول السكري والعيان كانوا يقص يخص 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 ومش عارفين حاجة حدا ما كتبشوا بيها حكاتي الانسيون سنة 1922 وكل شوية دول فالسكر هنا اما نيجي بس يعني حخرج تشخيص السكر في هذه الحالة لا يعتمد على معدلات السكر ولكن على اكتشاف ما وراء معدلات السكر يعني يا دكتور اه يعني حضرتك المنظومة اللي بتخلي سكر سيادتك 90 او 100 او 120 او 130 دي منظومة معقدة جدا عشان المنظومة دي يحصل فيها ان السكر يبدأ يرتفع عن الطبيعي بيكون حصل خلل داخل هذه المنظومة بعشرة اتنشر سنة فانا العشرة اتنشر سنة ده اول ما يحصل الخلل في المنظومة دي يبدأ التأثير السلبي لمرض السكر نيجي نقيس السكر الصايم وبعد الاكل بساعتين احلى وما الفين بخلل المنظومة هو عمل خلل تمضعفات السكر ولان السكر لسه هيظهر وظهور السكر احيانا يتأخر ويأتي بعض المضاعفات لان السكر هنا ابارة عن احدى اعراض المرض وليس هو المرض الكرسى ان احنا مسميونه مرض السكر وهو ليس بسكر هو اللي مش بسكر الخاص هي مشكلة في المضاعفات مرض السكر يا دكتور لا هو خلينا نخش في الاعمق من كده تب نحن نخش في الاعمق من كده معنا اتصال فيه ضغط فضيع يا دكتور الثلاث استعدنا تاخد اتصال معنا استعدنا عشر ده عشان اقول العلاج مزف الاخر حاضر استعدنا توقتي التلفزيون الاول بعد اذنك حاول تتصل بنا ثانية استعدنا فهو احنا كنا حساعدتك بنقول ان يعني المصيبة ان حينما الناس عرفت السكر سواء ع العرب او غير العرب فعرفوه من طريقة البول المسكر فسموه او الاجاني بكلمة ديابيتس او ميليتس او ميليتس ميليتس يعني ميلتنج انصهار الانسجة الراجل يبقى رفيع خالص كده يعني ويتبول كتير وبتاع وبعدين لقوا البول مسكر فقالوا البول شكري وكان يعمل البول ويسيبوا النامل لو النامل يجي عليهم عنده سكر احنا بنتكلم ده من 300 سنة 400 سنة اممكنوا نعمل كداماء المصريين كمان معروف المرض فهو احنا بقى لزقت فينا ان اسمه سكر جاء الوقت ان نغير المسميات لان المسمى بيلزق في حاجة انت مخج بيروح له على طول انا عايز اصخص السكر من غير ما السكر يكون مرتفع وهو ده اللي احنا بنعمله يعني احنا عندنا في مركز الوضط الصماء بنعمل هذا الشيء ان انا اشخص السكر قبل ارتفاع معدلات السكر اي قبل ارتفاعات السكر بعدة سنوات ليه ده بعدة سنوات لان حضرتك بينما ان المنظومة التي ينتج عنها معدلات سكر غير طبيعية بتشتغل وبيتضطرب وببوز اللي انا بقى في حصعر دي بقى قبل ظهور السكر بحوال 10-12 سنة فلو لحقتها في الاول طب الحق في الاول ليه واكلف العيان فلوس والكلام ده كله ليه على اساس ان المضاعفات تبدأ من حيث ان بداية هذه الخلل هذا الخلل في منظومة تحديد معدلات السكر الا وهي اللي قلنا بعضها ان هي العصاب الترفيين اللي قلنا بعضها هينتيج قبل السكر مثلا الشبكية نفسها معروفة اوي انها قد تصبك السكر بعدة سنوات وقدر السكر يزهر امراض القلب والاهم منه عملية القدرة الجنسية او انتحكم في البول سواء ان البول يزبق المريض هو رايح الحمام او ييجي وقت ما يكوح ما نعرف ان عندك حاجة لا انا هستقلك ان العرض ازاي يزهر قبل ما امرض اصلا ان ييجي يا ربط ما احنا اتفاقنا ان بداية المرض يا استاذة بداية اضطرابات الداخلية التي انا واضح ان انا مش عارفة المعروفة بس اقولك على حاجة ممكن يكون في يعني الهيسترمتاع العيلة ما انا مفهمك مفهمت الناس بعد ايه زي سيادتك يعني انا انا يبقى انا عب في انا يعني لا انا فهمت حدث باتي طيب انا قصدي ان ممكن يكون حتى في العيلة السيرة متاعت العيلة نفسها الهيسترمتاحها تاريخها او هو معرض لمرض السكر ولا برضو ولا هاش علاقة لا انت نطيتي يعني هخليها دي بعدين طيب يعني خلينا هو فيه هو طبعا ممكن في النوع التاني بالذات النواحي الاسرية والعائلية او محطوطة اللي هو بيجي للكبار يعني لا مطرف بيها يعني ابوه امه واخواته ومش عارف ايه وقريبه لا ما سوط بيكون سيدر يعني يجب ان احنا نحطوه في الاعتبار اما اللي انا بتكلم عليه حضرتك ودي اللي عاوز لو طلعنا بيها النهاردة يبقى دا يعني صبك ان يا جماعة ليست معدلات السكر العالية هي التي تحدد انك عندك سكر ده هناك المحددات الاساسية هو الاضطراب في المنظومة التي تتفاعل سويا دخل الجسم وتحدد معدلات السكر المنظومة دي من اول ما بتضطرب ويحصل فيها خلل هناك تعرضة قائم لكل المضاعفات بتاعت السكر بينما لو انتظرنا لحد ما سكر يرتفع بيكون عدة عدة سنوات طب ايه لو استننا بقى السنوات دي هيحصل خلالها ايه واحد حيتولد المضاعفات كلها حيتحط بوزور المضاعفات تقريبا كلها العينين الشبكية حضرتك الكليتين اللي هو يحصل فشل كلوي القلب اللي يحصل جلطة في القلب المخ اللي محصل جلطة في المخ الكوليسترول العصاب الطرفية اللي تكلمنا عنها القدرة الجنسية التبول الإرادي واللا إرادي والبول يزبقه هو رايح الحمام او ما يقدر او يختزن البول جوى المثانة زي البروستاتة بالزبط في الرجالة يعني احيانا السكر يؤثر على العصاب الطرفية التي تغزي المثانة وهنا المثانة يحصلها اعراب طبعا في الرجالة اللي هم عندهم بروستاتة بالزبط وممكن يروح يشيل البروستاتة ويفضل المرض زي ما هو او يحصل خلال اكتر ما هو حضرتك لقر البروستاتة بعد سن الستين خمسة وستين سنة بتتضعف حجمها عند كل الناس تقريبا بس تتباين الأعراض في ناس متضخمة فيه أعراض قوية وفي ناس متضخمة الأعراض معقولة او موت لا شيء طب اما يكون هي متضخمة والناس مش هي السبب الحقيقي والسكر هو اللي عمل الموضوع ده انه هو ماشي يحصل بعد ما يتوضع او كده يلاقي فيه قطتين نزلوا ووزولوا الوضوء او اما ييجي يكح او يعتص او يضحك واخدام الحديك يروح نزل من قطتين او اما ييجي يخش الحمام وهو في الطريق ما يقدرش يمسك لحد ما يوصل للحمام او يحصل احتباس في البول لدرجة ان هو اما ييجي يعمل البول ما يقدرشي او اما ييجي يعمل البول نفسه ما يقدرش يفرغ المسانة كاملة وادين يرجع يقعد ويرجع تاني ده كله سكر تخيالي ان ده كله سكر فش حدي اخب باله بس فيه اعراض احنا عارفنا بتاعت السكر الحمام الكتير ريء ناشف الحاجات دي معروفة لا ده دي انت حد اعجب اكتلي في منطقة تانية خالص الحمام الكتير يبقى كمية البول الكمية ده كويس او نتو انت كنب خلال اليوم تتعدى الكمية الطبيعية يعني الكمية الطبيعية في الشتاء ده نسمح لحد اثنين لتر مثلا هو يجيب ستة اربعة في الصيف لتر ونص لتر يجيب تلاتة وغدبال سيادتك لكن انا الراجل اللي بياخدش الحمام كل شوية يجيب حبة ندعة بول لا ما ده عمزة البروشتاتة بالضبط لانه هو ما يفرغش المسانة كويس كل شوية يقوم يجيب في انجال اهوة كده ويرجع واحيانا يقوم ينوم تلاتة اربع مرات او بالنهار فهنا ده كله ممكن يكون سكر يوح يأمل عملية بروستاتة ويشيره البروستاتة ويرجع على الاعراض زي ما كانت كايننا ما عملناش حاجة خالص طيب احنا نرجع بقى نقول ان هذه المضاعفات بتتولد وقت ما يحدث عدم يعني يحدى الاضطراب في التفاعلات الداخلية التي سوف ينتج عنها بعد عدة سنوات ارتفاع معدلات السكر طيب ايه يعني ما نستنى برضو لا هذه المضاعفات ما بتتولد بتنسالخ من السكر وبتاخد مصار تاني وحتى لو صلحت السكرها بتتصلحش يعني حتى لو زبط السكر ما تتصلحش لا بتتصلحش بل بالعكس انت عندك بعض المرضى سكرهم مثلا بالعلاج الصايم 100 وبعد الاكل 120 و130 على 100% وعنده جميع الاعراض المضاعفات واخرون عندهم سكرهم مثلا الصايم 200 وبعد الاكل 300 وما عندهمش لمضاعفات قليلة فاذا معدلات السكر لا تحدد لان المنظومة اعمق من كده يا جماعة هي الكارسة ان انا بقولك عشان الناس كانوا بيعملوا بيبيع الارض والنملة راح وده اقول قوم سكر قالك بول سكري ولبست بقى هنريضين نغير المفهوم ده الاسف لبست مش عالناس العادية ده العلماء يعني تعريف السكر يا فندم اللي هو بقاله دولة فوق القرن هو زيادة معدلات سكر في الدم بطريقة مزمنة وقد ده بالسيادتك بتاع غير طبيعية مش كافي ده كلام فارغ انا لو اعتمدت يعني الحلقة اللي فاتت في الطريق الثالث كنت بتكلم ان مريض السكر ليست زبطه سكر انت بتزبط منظومته النفسية والعضوية يعني انا هتدله علاج عشان مثلا وشه رفيع وشه شاحب وشه مش عارف ايه فيه رنكلنج يعني تجعيد فيه شكل البشرة مش مزبوط اللي هو شغالينه عليني من دول هل هنا مريض السكر او مريض الغضض الصماء له دور اه طبعا له دور لانت لازم تزبط البنية التحتية اللي حيطلع من خلالها هنعارفين من الجلد او الوج هو مرآة الجسد الكبد لهم شكل مرض الكبد لهم شكل في الوج على فكرة عبد الحريم حافظ الله يرحمه هو بتاعه الكبد بتصيله في اخر خمس سنين او سبع ثمان سنين هو ده تدريسي للطلبة ده وجه الناس اللي عندهم فشل كبد ده عبد الحريم حافظ عشان رجال نجمه معروف فيه ناس بتقول كلا اللي عندهم فشل كلاوي لهم شكل اللي عندهم هبوط في القلب لهم شكل اللي عندهم نقصهودة دركية اللي عندهم زيادة غضة دركية اللي عندهم الغضة القذرة اللي عندهم نعمة الغضة النخمية اللي عندهم شكل يبقى اذا الوجه هنا يعكس الشكل الهرموني والنشاط الهرموني سواء كان طبيعي او غير طبيعي للمريض نفسه حقيقة دوتل بتحددها من الشكل اه طبعا العيان هو داخل من الباب لو ما شخصتوش 90% منهم اتعب بعد كده وده كلام مشان اللي بختارعه ده في الطب اسمه فش ال اكسبريشان او لك بنسميه لك يقولك نيو لك بس احنا بنسميه بقى بيشانت لك طبعا ده علم انه هو داخل له شكل ارثي لك يعني شكل الارض يعوزوا بالله التراب ده بتاع الفشل الكلوي بتوع الكبد اللي هم شكل معين بتوعه هبوط القلب او برضو يعني كفاءة القلب اللي هم شكل معين الغضة الدركية اللي هم شكل فده محفوظة ومعروفة يعني مش مش كلام مش تلاصم فهو الوج الناس بتوعه الكنسر برضو لهم شكل معروف اوي انه بتوعه التيبي اللي هو الدرعن لهم شكل واخدبار حضرتك فالغضة القذرية عندنا نقل شكل كل واحد له شكل محفوظ في الطب واحنا كنا صغيرين طلبة نعتبر ده كلام كلام فلسفي لكن طبعا لا ابدا اما اكبرنا ويعرفنا لا مش مصيرها خالص ده الواحد يبص النظرة كده خلاص شخص العيان يعني من ضمن عشرة وانا احنا لا ننظر الى الناس باعين الاخرين او خدوا انك يشوفوهم بيها وكلام لا احنا ساعات بنفقد المتعة في الحياة لان بتبقى النظرة بتاعتنا نظرة ثاقبة ساعات ونظرة بتبقى علمية متفحصة فيبقى شكلها غبي لو عرفت تكوين الوردة مش هتحس بجمالها فمن هنا التكوينات متعرفي ابعادها احيانا تفقدين اشعوره بيهزاتها او بجماليها احنا بقى دلوقتي حضرتك عايزين نقول ايه ان التهاب العصاب الطرفية ده مرض يبدو يأتي احيانا باعراض متباينة متغيرة يعني اشكال كتير الاشكال دي منها البسيط ومنها الكبير ومنها المبكر ومنها المتأخر المطلوب مني ان انا تضبيط السكر احدى العوامل اللي بعلق بيها ولكنها ليست بالاساس علاج للعصاب الطرفية لان احنا اتفاقنا حينما تولد المضاعفات فانها تنسلخ عن السكر وتأخذ مصار اخر سواء ان السكر ده الزبط او متزبطش تب اقول لك حاجة مش هيخف منها تماما يا دكتور يعني بعيدا عن السكر مبكرا يخف منها مبكرا لو متأخر ما يتشف بنحاول لا فيه دلوقتي احمن عشان كده احنا عندنا بعض الادوية الجديدة وبعض الاساليب الانماط العلاجية الجديدة فيه اللي هو الاكسوجين النشط وفيه الاكسوجين المركز وهذا بالحضرتك او اللي تحت ضغط عالي هاي بربارك اوكسجن صار بيجيب نتائج طب قبل ما نخش في العلاق هل فيه تحليل بتتعامل كل مثلا ستة شهور دير زي الشيك قبل بتعامل اه بص حضرتك التحليل دي لها درجات لو كان معنا اتصال بس الاول الاتصال ليست موجود ولا تقطع طيب لا الاتصالات راحت خلاص طيب هل التحليل اللي هي الدورية دي كل فترة يا دكتور حكي بقولت المتجابة مبكرا طيب التحليل يا دكتور فيه تحليل معينة ليه لازم تتعامل لا بص حضرتك هو اساسا ان هو يفضل ان انا اكتشف الخلل الوظيفي الداخلي في جسم الانسان في جسم المريض ده بتاع السكر فيه تحليلات نسميها تحليلات سطحية اللي هي بالضبط زي النمل اللي كان بيروح على البول ويدقوه انت حتدق الدم بس بدل ما تدقوه باللسانك بتدقوه بالجهاز فالجهاز يقول الدم ده كامل صايم متين حيبقى مسكر شوية اللي هو تحليل السكر العادي العادي واللي بعد الاكل بساعتين مثلا الصايم مثلا متين واللي بعد الاكل تلتمية عايزناه مرة ولا مرتين بالتحليل اللي احنا بنقوناه كتير والناس حتى دخلوه يدخلوه من عنات يجيبوها ما فيش ده عندها وقتنا والان يبقى كده عنده سكر طيب هل كلهم عندهم سكر بنفس الكيفية وحنعالجهم على هذا المستوى نعم عن طريق العلاج هنا اللي بنسميه العلاج المحاولة والخطأ اللي هو بقى نسميه العلاج الافتراضي وهذا ليس خطأا ان يكون هناك علاج افتراضي لان حضرتك في بلدنا الفقيرة لو احنا استغلنا على علاقة التقن اللي انا هتكلم عليه هيبقى غالي والمفروض ان انا اكتهد مع المريض شوية ولا سامة لو كانت امكانياته المالية لا تسعفه او لا يستطيع هتعملهم خصم يا دكتور بفرقه على البرنامج عندك والله احنا كنا في طريق الثالث مع السلس ثاني هتعملهم خصم قريدي بس هو حيكون شهر يناير وفبراير ان شاء الله بنسبة افتتاح المركز او عادة تجهزات الجديدة اللي يبارك فيكي فهيبقى فيه خمشين في المئة على الكشف وعلى جميع الخدمات ان شاء الله بس لازم الحجز مليه من دوري على اساس بس ما يبقاش لان ممكن بعدد معين يبقى نروح افلينه ما يزيد العدد عن حد معين الفكرة حضرتك ان انا لازم اشوف ما هو اعمق من ذلك يعني هو مريض ممكن يعالج بالطريقة الافتراضية والطريقة الافتراضية بتنجح ما مناش حاجة فيها ولكن الطبيب اللي بيعالج بيزيزة صورة احيانا يحصل انتكاسات او اخفاقات في العلاج انه يعني زي اي منظومة في الدنيا ممكن يحصل اخفاق فالاخفاق ده ما بيحصل مرة اتنين هو بيشك في العلاج وبيغيره بينما الطريقة التقنية اللي هي بتعتمد على التحليل بقى واستنباط والتعرف على مواطن الخلل داخل المنظومة التي تحدد مصارات الانسولين ومصارات الجلوكوز والحاجات دي والسكر فبيبقى الواحد واقف على ارض صلبة وبالتالي بتكون قراراته قرارات شبه نهائية غير قابرة للنقد ولا الابرام لانك انت عندك معطيات سابتة رقمية مكتوبة بالارقام الراجل ده الانسولين بتاعه كذا بيخرج في الوقت الفلاني وبيتأثر في الوقت العلاني وهو ما بيأكل بيتأخر شوية الانسولين فنعمل ايه وبالتالي تلاقي بعد ما يأكل على طول السكر ممكن يرتفع وبعدين بعد شوية نخفض او العكس صحيح ان الانسولين بيخرج مبكر يروح منخفض وبعدين السكر مرة واحدة يرتفع او احيانا ان هو بيطلع بشكل عشوائي يعني احنا دلوقتي مش عايزين نخلي جسم الانسان زي حتة طرابيزة بنقس ابعدها او حتة حديدة بنصهرها ونطلع مكوناتها الانسان منه انسان حيوي يعني عامل الزمن بتتغير اشكاله واماته وتفاعلاته من ثانية لثانية فمن هنا انا لازم امدرس مستويات حاجة معينة وليكن الانسولين او السيبيبطايد او اي هرمون تاني سواء طبع السكر او غير السكر لازم ادرسه مع التغيرات الزمنية يعني اللي بنسميه ديناميكية يعني سيادتك حضرتك عشان انت في حصر عربية بتاعتك الصح لازم الموتور يكون شغال ما هو فعلا وهو ساكت كده عيبان في ايه شكله حلو زال فل طب وهو شغال عيبان مش كفاية لازم اشغاله ومشيه عشان ياخد اللود الحمل بتاع الاحتكاكات وساعات يمشي على ارض عادية وارض مش عادية وارض مرتفعات وكلام ده فمن هنا انا بحط العيب في نفس المواقف دي بحطه ان هو في الطريقة الطبيعية جسمه حيتعامل ازاي طيب اما ياخد ادوية جسمه حيتعامل ازاي مع الادوية السكر بتاعه حيتزبط ازاي اما هو مع الوجبة واختلاف الوجبات حيعمل ازاي ومن هنا نحدد وقت خروج الانسولين وكميته يعني كيفا وكما وفي نفس الوقت ديناميكية خروج الانسولين ما ممكن يخرج يعني ممكن الكمية بتاع تسيادتك وبتاعتي اربعين واحدة الخمسين واحدة في اليوم مريد السكر بيطلع من عنده اربعين وخمسين على فك زينا واحيانا يا زيد عنده سكر ليه حاجة من اتنين يا اما اوقات خروج الانسولين من البنكرياز غير مواتية مع الوجبات او ان الجسم لا يتفاعل مع كميات الانسولين اللي بتخرج الطبيعية دي ومش بيتعرف عليها ودي تكلمنا في الحلقة اللي فات يعني الجسم لا يتعرف عليها ودي بنسميها الانسولزا أو مناعة الانسولين مش مثل الانسولين اللي عنده مناعة السيدات اللي ما بيحملوش او ما بيتعنضمش طبويد او كلام ده ممكن يكون المبيض عندها مناعة يعني من ضمن الأسباب. لأن اتضح إن الهرمون ده مش مش هرمون كده ماشي في الشارع. ده في الآخر بيروح يتعرف على أماكن. له حساسات. زي ما حضرتك بيكوني ماشي ده الوقت النور ينور. وقعدين بعد ما تيبشي النور يطفو. مش ده حساس. حس موجود حضرتك. ما هو كنفس الحكاية. الانسولين موجود. لكن الحساس ما حسوش. فما رورش. يبقى كأنه ما فيش إنسولين موجود. يبقى الحساس بعض. وفعلا هو الحساسات بتبقى بايزة. اللي هي من سماء الريسيبتور. اللي هي القابلات بتاعت الإنسولين. فمن هنا ده كله بيتحسب. طب أما يتحسب ده كله. هنقدر نشخص السكر مبكر. آه طبعا. ممكن نشخصه قبلها بتلات اربع سنين. وأنا لو شخصه قبلها بتلات اربع سنين. ربنا لا ألجأ إلى إنسولينات ولا لا ألجأ إلى أدوية في الأساس. لأن هنا هيكون عندي عوامل طبط المنظومة اللي لسه جديدة في الانهيار سهل. بينما لو استفحل هذا الانهيار هيبقى صعب. يعني مثلا لو إحنا جاينا نتكلم على يعني مثلا لو قلنا عندنا خمستاشر سبب. ويعملهم سببين. هقدر عليكم. لكن لو يعملهم عشرة. مش عليكم. ناس كتير متوقع عارفة من السكر لما بيجي. حتى لو تشاهدوه في الأول ده خلاص ما ينفعش يخافه منه. لا احنا اتكلمنا برضو في الطريقة التالية قبل كافة الحالاتين اللي قبل كده لو الناس يجبوهم. آه في ناس بنوقف يجبوهم العلاج تماما. بس طبعا تحت برضو. بس هنا مش الطريقة الافتراضية. دي الطريقة التقنية. لان القرارات الكبيرة ان انا اوقف دواء لمريض بياخد أدوية سكر او غيره. لازم عن طريق الفقوصات يعني عايز اقول الفقوصات المستفيدة والمتقدمة جدا عشان اوصل لهذه الامور. بالنسبة للعصاب الطرفية الادوية المتاحة واللي موجودة الى هذه اللحظة في العالم لا تكفي في بعض الحالات انها تصلح المريض. بل بعضها بيعمل ادمان. ودلوقتي وقفوا مجموعة البريجابلين ومش عارف ايه. باقي الجدول. باقي الجدول. وبياخدوه ناس بدلوقتي تحبار تمانية جنيه. مش ترائع عليهم. معنا تصودي يا دكتور. بقاله فترة. طيب تفضل. سيء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله. سمعت افن ممكن اكلم الدكتور. الدكتور معك تفضل. سمعت دكتور انا عندي ازنخوة. الاول بس ممكن توطي التلفزيون. عندي ازنخوة عندو عشرين سنة. نعم. ايو. وبياخدو عمز السكر. اه. وبياخد انصرين افندم. هل افندم ممكن في بديل غير الانصرين? او يتعالج مسلا على جناهي. السكر بقالو كم سنة عندو? بقالو سنتين. طيب خلاص. وزنو كم كيلو? حوالي ستين كيلو. ستين. تمام. طوله ادي ايه? طوله حوالي مئة وستين. اما جاله السكر خس قوي? اه خس خالص. طيب دولاتي بياخد كم وحدة انسولين? نعم. كم وحدة انسولين بياخدها? هو بياخد اه عشرين وعشرين. طيب اوكي شكرا جزيلا. شكرا اتصالك. في معلش اتصال تاني وحاكي تجابه على اتصال. طيب حاضر. محمد تاني بخير مصر. مساء الخير. مساء النور. مساء النور. اهلا بيك. اهلا بيك. انت عايز اتواصل مع الدكت. الدكتور معك اتفضلي. اهلا بيك يا فاني. اهلا بيك اهلا بيك يا فاني. دلوقتي انا اخويا عند افتاشر سنة. اهلا السكر في صهر اثنين. هو اتفاصل كطايب وان. اهلا اول ما بدأ احنا نعرف من عند السكر كان اهلا. كان الريان دم بلاق صجر حوالي امتين خمسة او رجاي. ما تصدقنا. كمام? اه اه بعد كده عملنا له شوية تحاليل عملنا له امايلاز ولايباز عشان نشوف اه اه البنتريات فانشن صرع كويس. وعملنا تحليل اه اه طلع اه حوالي سبعة من عصرة. ونرجم الريم ستاو ثمانية من عصر. وعملنا له كمان اه تحاليل اله المجلب الايون في في الفترة اللي فاتت دي كان خمسة وثمانية من عصرة وستة وثلين من عصر. طيب السؤال ايه? السؤال بقى حضر ايضا انا عايز اعرف هل مثلا نسبة دي بتقول ان هو سعلا اه طيب وان ولا هل ممكن مثلا استخدم مثلا اي برشام او اي حاجة تانية ممكن خاصة قد ايه? خاصة قد ايه اما السكر بتاعه جاء اما سكر. يعني مثلا اثمين كيلو ثلاثة كيلو. وهو وزنه كان كام وبقى كام? اه ومسلا ان كان اه خمسة وثلاثين بقى رنز ثلاثة وثلاثين. ودلوقتي بعد الانسولين بقى يزيد. طيخن مش مشكلة. مش مشكلة. طيب اوكي شكرا. شكرا لصالك يا سيد النمين والدكتور هيرض عليك حالا. هو الاتنين تقريبا بيتكلموا على العلاج النهائي. دلوقتي العالم فيه ادوية بتتاخد العلاج النهائي من من السكر ولكنها مو كلفة. اه هناك فيه عوامل مساعدة احنا بنستعملها بس ما نقدرش نوعد ونقول علاج نهائي بالدرجة اللي هما نستوعبينها. هو احيانا بيكون الهدف بتاعنا اه غير هدف المريض. احنا هدفنا في النوع الاول بالذات اللي هو ان شاء الله يكون منع المضاعفات. ومنع المضاعفات هنا ده كلام علمي مش كلام يعني ان بيكون ما يكون فيه تخليج داخلي لمعدلات انسولين معينة من البنكري هس. انا بيضع الاميلاز اللي عملو ده والحاجات دي على فترة مش مش يعني كلام فارح بتعرف عمله قليل. انا بتقول الاخوة اللي عندها 11 سنة بتقوله عمله اميلاز ولاي بيز. هو كبطنه بتجوع يا بنتي عشان عمل الكلام ده. لا انكمان يعني حد عملها كده حاجة يعني انا مش وافق عليها يعني. عموما انه فيش ضرر. بس له عمل تحليل ان تفهينه ومش غليينه ومش كده. بس يعني من ناحية العلمية ما مش 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 يعني. ما تواشد كده. انا شايف خلصنا? او خلصنا. طيب. هو بالنسبة لنا احنا بالنسبة للاعصاب الترفية او حتى الناس النوع الاول. هناك فيه ادوية طبعا بروميسي. وفيه هي مش ادوية الحقيقة هي اماط علاجية. نينم الكلمة ده يعني مش هكتب له رجلت هيروح يجبه. لا. اماط الصوف الحقيقة يمشي عليها. لا 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 الاماط عندنا احنا. يعني بندينه اكسوجين مركز. اكسوجين نشط. اكسوجين ده احتضغط عالي. ده ممكن يصلح العصاب الترفية بنسبة كويسة خالص. وزائد الادوية العادية. بالنسبة للنوع الاول من السكر فيه حاجة كتير جدا جدا جدا. عشان نزود انتاج الانسولين الداخلي من البنكرياس. اللي هو بعد كده بيمنع وجود المضاعفات في الولادة الصغيرين دول. لانهم ممكن يعيشوا بالسكر ده من الشيء لتلاتين لخمسين سنة. ان شاء الله. محمد نورتنا النهاردة يا دكتور. واكيد يبقى فيه حلقات تانية نتكلم فيها باستفاوضة اكبر. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. العزيزي المشاهدين انتهت حلقتنا النهاردة. كان معنا استاذ دكتور محمد سعد حامد. استاذ الوضع السماء والسكر. بطب عين شمس. انتظرونا في حلقات قادمة. وكون سلطو تليميزين.